حقق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين اشتركوا في القناة 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 واللهي وطاقم التحكيم اشتركوا في القناة 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 سيد محمد شياعة سوداني رئيس الوزراء طبعا الحضور هناك حضور وشخصيات كذلك حتى رئيس الاتحاد الميجيري بكرة القدم حاضرا تحيري لاعبية المنتخب العماني متخب جيد مع مدرب كفوق اللي هو برانكو بيكون تأكيد يعني هذا فايز الرشيدي ومن ينسى على الحبسي واحد من افضل الحراس اللي كانوا حاضرين في البطولات السابقة كذلك العراق يعني راحت حمودي فتاح الصيف وصفي كاظم شبيب حماد هاشم نور صبري وغيرهم وغيرهم من الاسماء التي متلت العراق على مستوى حراسة المرمى هذا المنتخب العماني ومعاهم الكرواتي برانكو بصراحة عمل كل شيء برانكو حتى المنتخب العماني اللاعبين يعني كافراد عملوا كل شيء وكانوا قريبين حتى عندما سجلوا التعادل لو ذهبت المباراة الى ركلات الجزاء لربما تذهب لعمان وهذا كان ما يخطط اليه المدرب برانكو الوصول الى ركلات الجزاء بعض اللاعبين خبرة والبعض من الشباب البعض محترفين قديهم مع الفالدية لاعب منظر العلوي الفالدية البحريني قديهم مع كما ذكرت الكويت الكويتي اللي هو ارشد العلوي بقية اللاعبين زاهر الاغبري مع القالبية البحريني كذلك اسماء يعني بمحترفين بشباب وبلاعبين خبرة كذلك اعتمد هذا الرجل برانكو على هذه الاسماء وصل النهاية ولكنه صاحب المرتمة الثانية في كأس الخليج لم يكتب له الفوز باللقب يكتب للعراق ولله الحمد اما الان فيتفضل راعي الحفل دولة السيد محمد الشاع السوداني رئيس مجلس الوزراء بتتويجي بطل النسخة الخامسة والعشرين للمرة الرابعة في تاريخه منتخب العراق من مركز الاول حيو العراق حيوه ايو الله ونعم ايو الله ونعم ماذا يونس كادر التدريبي والإداري دير المنتخب والبقية الكن بصراحة نحتاج لهذه الفرحة نحتاج لهذه الاتسامة وهذا يونس محمور غمز من رموز الكرة العراقية هذا مهدي الكريم على ما اعتقد اين عام؟ مهدي الكريم تلاعب وإداريا هو عسرة على عسرة هذا المئة على المئة هلين حمد عمار متخب كاتات وجه السعد والله هي الوجهة كتير على المئة كاتات كادر التدريبي الإسباني وبالتالي التتويج باللقب قادر التدريبي قادر التدريبي متكامل أرطال الخليص انجهزيها بهذه القمصان بهذه الحبارة بهذه الكلمات بأساس ورفاقة استحقها بالمتخب المتابعة ونعمل بجهود كبير من أجل أن يصل العراق إلى أبعد نقطة اللي هي الوصول إلى كأس العالم اللي هي الوصول إلى كأس العالم عدنان درجال وهو هي اللاعبين بكل تأكيد يعني كبيرة جدا والمعنويات اللي كانت منتبه للسيد عدنان درجال لللاعبين بعد كل مباراة هي بكل تأكيد يعني بتعطي دافع كبير لللاعبين يعطي دافع كبير لللاعبين هذا مصطفى هذا درغان هؤلاء أبطال العراق هذا اللي يسجل الثالث منافع اللي يخلصها براسه اللي يخلصها براسه علي الفاز واللهي كلكم أبطال كلكم أبطال سيان علي هذا عسن عبد الكريم على عباس سيان جبار بقية اللاعبين وبالتالي هذا آلاي مسكين أهل ما يقول الله مسكين هذا الرجل يعني هو اللي يتسبب براكلة الجزاء في الثانية الأخيرة اللي كان من خلالها هدف التعادل ولكنه لاعب مميز لاعب ممتاز جدا طرحة لاعبين طرحة اللاعبين لاعبين متخبنا الوطني هذا حسين جبار وبالتالي شوفوا الصورة وجمال اللقطة التي والله في بعض اللقطات لا تحتاج إلى تعليق لا تحتاج إلى تعليق هذا فهد فهد طالب عارس البديل وجلال حسن مع رحمد باصل محمد علي عبود بقية اللاعبين وبالتالي شوف كيف يعني حي اللاعبين شوف تأكيد فرحة وسعادة وتنظيم الخليج بأفضل الصورة واكتملت الفرحة واكتملت الصورة بالتتويج اليوم والعراق بهذه الصورة كنت تأكيد كنت تأكيد كنا نحتاج بقية اللاعبين هذه الفرحة الآن وبعد أن توجه كل نجوم المنتخب الهراحي من مدانية تهمية إعلانا عن تنويجهم بالنجمة الرابعة يتفضل رمئيس منجلس الوزارات دولة سيد محمد الشاح سيداني لتسليم كاس البطولة لقاند المنتخب العراحي كاس البطولة حاش وعلا واللكابتن جلال حسن وجلال وش يقل لها جلال على طريقة ابناء الخليج العربي تعال ياي تعال ياي تعال ياي تعال ياي حيث الخليج حمد العرار حمد ابناء العرار أفرح يا بودنون ألف 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 مطروس للعراق بطولة شاش الخليج خليجي خمسة وعشرين عراقية في العراق في البصراء في السمرة وبالتالي أبناء ججلسي والقرات هم أبطال بطولة شاش الخليج خليجي خمسة وعشرين ألف مبروك يا جلال ألف مبروك لجميع اللاعبين هذا التتويج وكأس البطولة جميلة جداً وبالتالي لقطات والله هي تحتاج الكثير من التعمل ولا أعرف كيف أصف هذه اللقطات تحتاج الكثير من الكثير من الكثير ولكن أختصر هذا اللقطات بكلمات تحقينا هذا الفور تحقينا هذا التتويج وكنا نستحق الفرحة وبالتالي الحمد لله الذي وفقني وكنت معلقاً لهذه المباراة والمباراة انتهت عراقية تقبلوا تحياتي معلق المباراة علي الشمري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أترككم مع هذه اللقطات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة